بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شباب مكملين مع بعض فيديوهات tutorial 101 in ASP webform in project mobile shop هنكمل مع بعض يمكن خلصنا في الفيديو اللي فات فكرة database وأنهناها في بعض tables اللي لسه هنضفها ان شاء الله خلال ال project بس هنمشي معها طبع sequence اللي احنا هننفس به دلوقتي هنبدأ مع بعض طريقة تنفيذ ال project نفسه هنفتح Visual Studio ونروح نقول new project هنختار project web وهنختار ASP ونغير اسم المشروع ل smart mobile shop app وتعالى هنا نقول اوكي هنختار المشروع بتاعي من نوع ASP يعني يبقى شغلنا بيبدأ عبارة عن تحليل بناء database وبعد كده design طيب ساعات ما بستلمش design من designer في وقته او template ما بيكونش متاح في الفترة اللي انا شغال فيها بخلي master page موجودة وابدأ لحد لما ابدأ احصل على ديزاين بتاعي ابدأ اعمل المستر بيتش تمام بس المفترض ان انا نكون مخليها موجودة من الاول هو دلوقتي اعمالي build للسليوشن بتاعي طبعا هو empty folly هزود انا الثلاثة فولدر اللي احنا اتفعنا عليهم راية click وابدأ اقول له add فولدر هسمي الفولدر الاولاني styles والفولدر لسكريبت بالفعل موجود يبقى خلاص فضيلي الفولدر بتاع الامج فاعمل هنا image images تمام وهبدأ ااد المستر بيتش بتاعي right click add وهبدأ اقول له new item واختار من new item web form master page هزبها style او site one خليها site بس او مش site one او ممكن نسميها smart site smart site من غير one وتعال هنا نقوله wait طيب اول حاجة بفكر فيها هي semantic layout ازاي ممكن يبقى عندي شكل للديزاين بتاعي طيب او حاجة هاجي تحت الفولدرOP انا عندي هنا ديف هبدأ اقول ان الديف ده هيبقى له id هيساوي mean وده المين دف بتاعي اللي هخليه بوكسنج أو الربر كونتينت بيجي جواه الهيدر بتاعي هيدا كأنه محتوىات الصفحة تمام بعد كده الهيدر بيجي الناف وجوه الناف بحط اليو أل وجوه اليو أل هحط الي وابدأ هحط الأنكر بتاعي طبعا ممكن أعملهم هايبر لينك بس بما اني مش هغيرهم في الران تايم من ناحية السيرفر صعيد فيفضل انه يكونوا اتش تيم قل عشان فكرة الريتريف بتاعهم تكون أقصر فيبدأ هنا هحط هاي ريف كلهم هيبوا عبارة عن هاش يعني رايح لنفسه تمام وبعد كده هبدأ أول هوم يبقى ده أول أنكر عندنا هاخد كوبي أقصر إاني بس بس بست بست بس بست بس بست بس 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 كوبي تغير هنا أقول شوبينغ لينك اللي بعده هيبقى عبارة عن اه about ثم نقوم بإضافة الوضع سكريم بكرة ثم نقوم بإضافة الوضع نقوم بإضافة من الوضع بإضافة أخرى نضع ثم نقوم بإضافة الجزء بتاع السكشن وده جسم الصفحة نفسه وأخيراً طبعاً الكنتنت بلسولد هيكون جسم الصفحة فهتحط جوه السكشن وأخيراً هبدأ أحط الفوتر بتاعي وهبدأ أحط في الفوتر سمارت سوفتوير وهبدأ أقول كوبي رايت الكوبي رايت هيبقى اند كوبي والسنة اللي أنا فيه طبعاً فكرة السنة ممكن نعمل حاجة بسيطة قوي هسحب كنترول من هنا اللي هو الليترول هحط هنا واجي أبرمج أول شكل اللي أنا وهو أنه هاجي هنا على الديزاين وهدخل في الفورم لوت طبعاً ده شكل الصفحة لسه متعملش أي حاجة وهبدأ أقوله ان الليترول الليترول دوت التكست هيساوي ديت تايم دوت ناو دوت تير دوت وسترينج بكده يبقى أنا حصلت على السنة في صورت سترينج وهي دي اللي أنا هحتاج أن أشتغل عليها طيب هنرجع للمستر في الدزاين طيب هنبدأ نكمل محتاج يجيبي الإمج بتاعي أنا مجهز على ديسكتوب فولدر اسمه إمج تعال ناخد كل محتوياته كده كوبي وتعال نروح لسليوشن بتاعنا جهو البروجيكت تابع الامج فبدأ يطلع لي كل الصور اللي أنا هحتاجها طبعا هنزود صور عليهم بس أنا يهمني هنا صورة البانر هبدأ عند الهيدر أضيف صورة البانر من خلال الدراج وهدي للصورة اي دي وليكن امج وابدأ أسي بكده أنا خلصت بتاعي يمكن للوهلة الأولى مش باين أي حاجة كمحتوى تمام وحتى الصورة مش واضحة او مش باين الشغل اللي فيها تعال مع بعض بقى نكون السي اس اس ده إن شاء الله هيبقى في الفيديو اللي جاي علشان طول الفيديو لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وياريت تعمل سبسكرايب علشان تجيلك كل الفيديوهات اللي بنمال على القناة باش كل الناس اللي تدعم القناة من خلال لايك والشير والسبسكرايب والكومنت ياريت نشير للسلسلة دي على قد ما نقدر علشان نقدر نتوالى ونكمل فيها ان شاء الله واخيرا خليك ايجابي ما توقفش المعلومة عندك شيف الخير اشترك ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة